بعد أن تعرفنا على نظريات التكاليف وأنواحها والمقارنات بينها نبدأ الآن مع أول نظرية وهي نظرية التكاليف الكلية في نظرية التكاليف الكلية نلاقي أن تتكون التكاليف الكلية من كافة البنود الصناعية المباشرة والبنود الصناعية غير المباشرة المتعيرة منها والثبتة مع ملاحظة أن التكاليف المباشرة كلها متغيرة التكاليف غير مباشرة جزء منها متغير وجزء ثابت ثاني ملحوظة هنا تبقى لنظرية التكاليف الكلية فإن كافة التكاليف الإنتاجية تحمل على الوحدات المنتجة ملاحظات على نظرية التكاليف الكلية رقم واحد تذبذب تكلفة الوحدة تبعا لحجم الانتاج المحقق رقم اثنين ان تحميل التكاليف الكلية جميعها على وحدات الانتاج لا يسمح ببيان مدى استغلال الطاقة المتاحة رقم ثلاثة تسمح النظرية بتحميل الجزء المتغير والثابت من التكاليف غير المباشرة في حين ان النشاط لا يلزم تحميله الا بالتكاليف المباشرة على وحداته ربعة صعف الربح طبقا لنظرية التكاليف الكلية يتطفق مع صعف الربح المقابل له في دفاتر الحسابات المالية شكل قيمة التكاليف وفقا لنظرية التكاليف الكلية كالآتي ببدأ بالتكاليف الصناعية المباشرة تنقسم الى مواد مباشرة وجور مباشرة مصرفات اخرى مباشرة مجموحهم الدين التكاليف الاولية التكاليف الصناعية غير المباشرة مواد غير مباشرة وجور غير مباشرة قوى محركة صيانة الألات اي مصرفات اخرى تخص المصنع بخلاف ما سبق ونجمع مجموع التكاليف الصناعية غير المباشرة نجمع التكاليف الصناعية المباشرة ومجموحهم الدين التكاليف الاولية نجمع التكاليف الصناعية الغير مباشرة مجموحهم يديني التكاليف غير المباشرة لو جمعنا بعد كده التكلفة الأولية مع مجموحة التكاليف الصناعية الغير مباشرة مجموحهم يديني إجمالي التكاليف الصناعية خلال الفترة ببدأ إجمالي التكاليف الصناعية خلال الفترة أضيف عليها تكلفة إنتاج تحت التشغيل أول المدة واطرح تكلفة إنتاج تحت التشغيل آخر المدة يديني تكلفة الإنتاج التام خلال الفترة تكلفة الإنتاج التام خلال الفترة تكلفة الإنتاج التام خلال الفترة أجمع عليه تكلفة إنتاج تام أول مدة واطرح تكلفة إنتاج تام آخر المدة اطلع لي تكلفة الإنتاج التام المباع خلال الفترة دي شكل قائمة التكاليف طبقا للنظرية التكاليف الكلية شكل قائمة نتائج الأعمال أو قائمة الدخل وفقا للنظرية التكاليف الكلية بياخد الشكل التالي أول بند أبدأ بإرادة المباعات بيجي من هنا إرادة المباعات عدد الوحدات المباعف ساربا الوحد حطرح تكلفة المباعات تكلفة المباعات دي تتحسب إزاي؟ تكلفة إنتاج تام مباع جاي من قيمة التكاليف السابقة اللي احنا حسبناها في الصفحة السابقة تكلفة إنتاج تام مباع وتكاليف تسوقية تسوقية في منها مباشرة في غير مباشرة متائرة في غير مباشرة ثابتة لو انا جمعت تكلفة الإنتاج التام المباع اللي انا جبته من قيمة التكاليف مع كل التكاليف التسوقية مجموحهم يطلع لي تكلفة المبعات يبقى عندي إرادة المبعات فوق وتكلفة المبعات هنا الفرق بينهم لو طرحتهم من بعض يديني مجمل الربح مجمل الربح أطرح منه التكاليف الإدارية والتمولية يبقى كده وصلت لصافي الربح أو الخسارة حسب الرقم اللي يطلع